اشتركوا في القناة نادي اتحاد طنجة وحفلات تنقل جماهير الفريق مباشرة بعد المقابلة التي جمعت الفريقين وحسب مصادر اشكين عينت لاحداث فان اشخاص تسللوا الى موقف الملعب الذي جرت فيه المقابلة ليعمدوا الى رشق حفلات الفريق الطنجة بالحجارة وتخريب نوافذها وافدت المصادر نادي اشخاص قاموا ايضا برشق حفلات تنقل جماهير المسندة لفريق اتحاد طنجة بالحجارة وفيما لم تسجل الواقع التي تلتت فوزاء الفريق الطنجي على ناظره الفاسي اي اصابات فقد اخرت عودة لاعبي واطر فريق اتحاد طنجة حيث قام فريق ويداد فاس بمنح حفلته لاتحاد طنجة للعودة تشدر الاشار الى ان السلطات كانت قد منع تنقل جماهير نحو مدينة فاس لتفادي احداث شغب ذات القرار رفضه الفصيل التشجيعي لنادي اتحاد طنجة من خلال تدوينت على صفحات رصب على فيسبوك معلنا انه مستعد لتنقل لمسندة فريقه كنتم مع نصرة اخبارية الى اللقاء